إلى ذلك عبرت الجبهة التركمانية عن أسفها لقيام مفوضية الانتخابات بافتتاح مقار لها في كاركوك وطلب النائب عن الجبهة حسن توران رئيس الوزراء بإلزام الموظفين التابعين للحكومة الاتحادية بعدم تقديم الدعم في إجراء الاستفتاء أدعو السيد وزير الداخلية الإعاز إلى شرطة كاركوك بعدم المشاركة في تأمين الحماية لهذا الاستفتاء وأدعو كذلك السيد رئيس الوزراء بإلزام كافة موظفي محافظة كاركوك التابعين للحكومة الاتحادية بإحالتهم إلى القضاء والقانون في حالة تقديمهم أي شكل من أشكال الدعم لهذا الاستفتاء كاركوك هي محافظة غير منتظمة بإقليم تابعة للمركز ولا يمكن إجراء الاستفتاء فيه وأن قرار مجلس المحافظة يعد باطلا وسوف نقوم بالطعن بهذا القرار أمام كل المحاكم المختصة كما نسعى إلى استصدار قرار من مجلس النواب لإلغاء قرار مجلس محافظة كاركوك